موسيقى يثار الآن في الشارع العربي سؤال كبير حول التغطية الإعلامية للثورات العربية بين من يرى بأن الفضائيات العربية قامت بدورها على أكمل وجه وساهمت في إنجاحها وبين أراء أخرى انتقدت الأداء الإعلامي لكبرى القنوات العربية واتهمتها بالتحيز والتهييج المدمر هذا الربيع كان من أبرز أسلحته التغطية المستمرة التي تنقل وقائع الانتفاضات العربية على الهواء مباشرة وعلى مدار الساعة إلى العالم كله ليكون رقيبا وشهيدا ومسؤولا ولنا أن نتخيل لو كانت الثورات العربية محرومة من هذه التغطيات هل تراها كانت ستنجح في إحراج النظم المستبدة أو أن تحرك الضمير العربية والعالمي لنصرة هؤلاء المستضعفين هل ساعدت الفضائيات في إحداث الربيع العربي أم أن الثورات العربية نجحت في تحرير وسائل الإعلام في العالم العربي هذه الأسئلة وغيرها أطرحها هنا على ضيوفي في الاستوديو السيدة بهية مارديني الكاتبة وعضو التجمع السوري الحر والسيد محمد فتوح مدير تحرير موقع أخبار الشرق والسيد هيثم السباهي عضو النادي الاجتماعي السوري أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من قضايا وأراء والتي نتحدث فيها عن المحاور التي ذكرتها قبل قليل سيدة بهية لو بدأت السؤال بكي يقال في الكثير من المواقع والكثير من الأحاديث أن هذه الثورات هي ثورات الفضاء أو أن من صنع هذه الثورات هو الفضاء إلى أي حد هذه المقولة صادقة الحقيقة لا يمكن أن نغفل دور الفضائيات ولكن اسمح لي قبل أن نغوص في موضوع الفضائيات أن نتحدث عن نيو ميديا أو الإعلام الحديث ظهر شيء أثناء السورة السورية شيء خطير لا يمكن أن نتغافله بينما نحن نتحدث اليوم عن الإعلام هناك اليوتيوبات التي يسطرها المراسلين على الأرض في ظل الإغلاق الذي كان وما زال لما يجري في سوريا صارت ظاهرة يطلق عليها المواطن الصحفي المواطن الصحفي نعم سيدي كريم لا يمكن أن نغفله اسمح لي أن نغفز فجأة إلى الفضائيات الفضائيات بات دورة معروف كلهم للأسف حسب دولته حسب سياسة دولته أعلام بشكل عام أتحدث بشكل عام أعلام موجة يتبع سياسة الدولة التي تتبع إليها الفضائية ولكن هذا المراسل الصحفي هذا المواطن الصحفي الذي يمسك كاميرته البسيطة وينزل الأرض بينما الدماء وبينما القتل وبينما القمع ومتحديا الموت لا بد أن نحييه في مثل هذه الحلقة وفي مثل هذا المقام يعني الأبطال هم في الميدان أكثر من الفضائيات طبعا ولذلك رأينا أن حاولت الفضائيات أن تتدارك هذا الأمر وحاولت أن تستقدم مراسلين فاعلين على الأرض يستطيعون أن يتحدثوا بلغة ما يحدث فعلا وليس أنت فرضا في دولة معينة وتحدث عن ما يحدث في سوريا أو في إدلب في المناطق الساخر نعم جميل سيد محمد لو انتقلت لك يعني الآن الكثير من المحطات الفضائية سواء العربية أو الأجنبية محرومة أن تغطي في مواقع الصراع أو في كل الدول التي قامت بها الثورات أو أغلب الدول يعني الآن هناك ربما بدائل على الأرض كيف تنظر لتلك البدائل بحيث أن من كان صحفيا غير مختص أو غير متفرغ أو الصحفي المواطن الذي بدأ يطلق عليه الآن حتى الصحفي الذي لا يلم بعلوم الصحافة أصبح على الأرض قوة لا يستهم بها ورافدا أساسيا ومهما للفضائيات كيف تنظر إلى هذه الصورة بالتحديد؟ يعني أولا من حيث المبدأ أن تحمل الفضائيات ووسائل الإعلام السورية ما يجري على الأرض وأنها تحرض أو إلى آخره هو في الواقع محاولة لإنكار الحقائق محاولة للتغافل عن الأسباب الحقيقية التي تدفع إلى الثورات وإلى المظاهرات وإلى آخره هذه محاولة من الأنظمة ومن النظام السوري لدفع الأعين بعيدا عن المشكلات الحقيقية والمطالب الحقيقية للناس يرتبط بهذا الانتقالات التي توجه للإعلام الخارجي بأنه يعتمد على شهود العيان أو مصورين غير محترفين أو إلى آخره هذا سببه المنع الذي يقوم به النظام الغير النظام بمراسل على الأرض صحيح يمنع وإن سمح لبعض الوسائل هو يحاول أن يضعها تحت سيطرته ويحاول أن يقودها إلى الأماكن التي يريد ووسائل الإعلام لا يمكن أن تعمل في ظل هذه الأجواء ومن ذهب وعمل ضمن هذا الإطار في الواقع عادة بنتائج تسيء إلى صورته وإلى صورة الصحفي الذي ذهب إلى تلك المناطق وذهب مع وزير الإعلام أو وزارة الإعلام إلى مناطق محددة سلفا يقول له هذه المنطقة آمنة وهو لا يعرف هذه المنطقة في الواقع لا يعرف أي حي أخده ويعني هذا يدفع المحطات للاعتماد أكثر على في ظل هذه الظروف على المواطن الصحفي الصحفي غير المحترف أو على ما يشر على الاتصال الجديد من يوتيوب وتويتر وفيسبوك هذا طبعا قاد إلى ثورة في الإعلام كما لاحظنا وباتت هذه الظاهرة تطورت خصوصا في الحالة السورية ربما في مصر وتونس كانت أقل بروزا باعتبار أنه في مصر كانت بعض الوسائل الإعلام تصور مثل محطات متعددة تصور في الأرض وكان الوسائل الإعلام جديد تعتمد كام وسيلة للتواصل بين الثوار أكثر منها وسيلة للمد الإعلام ولكن بعد إذنك لا يمكن أن نغفل موضوع الإثارة الذي تسعى إليها محطات التلفزة يعني موضوع الإثارة فوق المهنية يغفز أصبح جذب المشاهد فوق المهنية وفوق المصداقية أيضا نتحدث بشكل عام يعني يعني مثلا التركيز دائما 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 فرضا على ما يجري بابا عمر وإغفال كل ما يجري في الأراضي السورية من مظاهرات سلمية من مظاهرات بطولية من أحداث أخرى يعني أصبح اليوم الفضائيات محكومة بموضوع جذب المشاهد أكثر مما كما قلت لحضرتك أنه أكثر مما يحدث حقيقة وعموم ما يجري هو الدم في الواقع الدم هو الذي يجري برسائل العلم لا يمكن أن تتغفل عن دم يسقط على الأرض والصورة طبعا الصورة هي أقوى يعني الصورة أقوى تعبير حقيقة عما يحدث على الأرض لكن كما تفضلت يعني أن تكون المحطات أو ينقل التلفزيون ما يحدث في بلد كبيرة وشاسعة من دول الربيع العربي مرة واحدة هذا صعب جدا يعني يمكن أن يغطي بؤر الصراع الأساسية ويتغضعا يعني بحكم ليس فقط المهنية بحكم العمل اللوجستي أو تنقل الصحفيين والمانع وغير ذلك إذن انتقلت بنفس السؤال لك سيد هيتم يعني الجمهور هو الذي طور ربما الوسائل العلمية من حيث يعني مدى تقبله لما تعرضه تلك القنوات يعني الجمهور هو الذي طلب هو الذي حرك الفضائيات هو كان دافعا أساسيا لما يعرض على الشاشات طبعا أنا أختلف معك في هذه النقطة الإعلام كان سابقا أبل وجود أو أزمات الربيع العربي إعلام مهني متطور بعض الفضائيات العربية أدت تطورها إلى انتشارها في الدول العربية لكن خلال الأزمات وخصوصا في أزمة سوريا دخل المال السياسي إلى الإعلام الإعلام الموجه أولا وهناك الفضائيات الأقل قدرة ماليا أو مهنيا من بعض الفضائيات العربية حاولت الذهاب بهذا الاتجاه لتستفيد من هذا المال السياسي فهنا فقدوا المهنية فقدوا التدقيق هنا في بريطانيا نحن نتكلم في بريطانيا لا يصح أن تنشر أي شيء على الإعلام دون التدقيق والتمحيص وإذا نشرت أي شيء وأثبت لاحقا أن هذا ليس موضوعيا أو ليس صحيحا تعتذر على الإعلام أو تتعرض للقضاء هذا صحيح مقارنة صعبة مقارنة غير صعبة حتى البي بي سي المعروفة بمهنيتها وأنت تعرض ذلك جيدا اعتمدت على مصادر التواصل الاجتماعي اعتمدت على تويتر على الفيسبوك اعتمدت على الصور عبر اليوتيوب اعتمدت على تلك الوسائل دون الرجوع إلى ما تفضلت بمقارنة أو أخذ الخبر من أكثر من مصدر هذا التقليد القديم يعني عن أي بي بي سي تتكلم البي بي سي الإنجليزي البي بي سي العربي المواجهة من الدولة أو البي بي سي البي بي سي العربي موضوعية وتعمل على الإعلام أكثر من البي بي سي الإنجليزي البي بي سي الإنجليزي تأخذ مجال أو تصريحات الدولة وتذهب بما تريده الدولة البريطانية أما البي بي سي العربي كانت موضوعية أكثر الاختلاف في الجزيرة الجزيرة العربية أعلام موجه من قطر أعلام ذاهب في طريقة التحريض والفبركات البي بي سي الإنجليزي يعني لحظة لو سمحت لي بهذه النقطة يعني أولا أود أن لا نسمي لكن مادمت وقد سميت الجزيرة الجزيرة تعرضت لحملات قمعية من كل الدول العربية قبل الربيع العربي وهناك الكثير من الدول التي سحبت سفراء نتيجة التغطية الجريئة والمباشرة لهذه قبل ثورة العربية في ساحة التحرير كان هناك نقل مباشر لما يجري لا يمكن أن نقول أنها تحرر بينما هي تنقل نقل مباشر ما يجري في ساحة التحرير أيضا أكون في الكاميرا بعض الأحيان نعم أي كلام انظر إلى الدنيا ماذا تفعل وقل لي التحريض سنأتي على المقر التلفزيون السوري تلفزيون رسمي يذيع وينشر ما يملأ عليه من الدولة والدولة السورية لا تخفي يعني هناك تحريد هناك تحريد لا يوجد تحريد هنا جميع الإعلام عندما يأخذ أي قصة يضع البهار عليها ويضع بطبيعة الحال لإخرجها بطريقة إخراج معين نعم بطريقة لو شاركت الأستاذ محمد في الرد على ما يقوله السيد أولا الفضائيات التي تنتقد الآن عندما كانت تغطي في أماكن أخرى في لبنان في حرب تموز أو في غزة أو في مصر كانت قنوات رائعة وكانت التلفزيون السوري يقطع البث ويبث منها ومراسلين تلك الفضائيات كانوا أعلاما عندما بدأت بنفس الطريقة تغطي في مكان آخر أصبحت منحازة وانها تحضر على القتل طيب عندما كانت بثم مدان التحرير وكانت تحضر على المضاهمة سيد إن شقوا أعلاميين عن هذه الفضائيات علينا نسكو لأسباب سياسية وليس لأسباب مهانية إذا لو قررنا بعجالة سريعة على تغطية إحدى الصحف أو إحدى المجلات أو إحدى الفضائيات مثلا إحدى الفضائيات الكبيرة كانت تغطت أحداث العراق بشكل مهني يعني بشكل أكثر من مهني ووطني شديد جدا وتعرضت للقصف الجزيرة قتل طارق أيوب هددت من قبل بوش وكلنا نعلم ذلك وقرأنا ذلك وسمعنا ذلك عبر الفضائيات هدد بقصف المحطة حينما كانت تغطي العراق بعد العراق أتت غزة كانت تسمي الشهيد شهيدا وليس القتيل كما تسمي باقي المحطات وكانت منصفة في ذلك في لبنان تغطية حرب لبنان كانت أروع ما يكون أفضل من غطى هذه الحرب على الأطلاق وكنا نثني عليها جميعا لماذا بس كما تفضل الأستاذ محمد حينما يأتي الأمر أو يتعلق الأمر بدولة معينة أو بنظام معين تصبح هذه الجزيرة مثلا على سبيل المثال محرضة غوغائية مال سياسي لديها أجلزة خارجية جواب سهل جدا خلال هذه الفترات كانت الجزيرة تجهز لانتشار واسع بانتشارها الواسع الجزيرة تحاول الدخول إلى السوق الأمريكي دخول السوق الأمريكي در عليها المال أو المال الكبير دخول إلى السوق الأمريكي عليها الجزيرة أن تأخذ بالحساب السياسات الأمريكية والسياسات الأوروبية وهنا بدأ نصبح النقاط على الجزيرة الموضوع حول تغطية الفضائيات والإعلام ووسائل العربية ونديك الصحوب ونديك وكالات الموضوع لعب المال السياسي والمال في هذه الفضائيات بطبيعة الحال يقال من يعني هذا ما يجر الفضائيات إلى اتجاه معين هو المال والمال هو المطل وهذا ينطبق كليا على التلفزيونات الرسمية سيد محمد هذا الأقل الآن في سوريا تحديدا أن هناك من يريد أن يمارس القاتل بدون شهود هذه القضية الأساسية الآن قدر أن تقول له قف تماما يمارس القاتل دون شهود تماما كل محطة تلقم ما يجعل الأرض كالمحرضة كل محطة تفبرك كالوسائل الرسمية أو تابعة لها والقنوات المتحارفة معها في الخارج في قنوات مهنية كل من ينقل ما يريده النظام هو قناة مهنية كل من ينقل ما يقال في الشارع أو نبض الشارع أو المظاهرات التي تجري كهواء ليست مهنية عندما يتحدث وسائل الإعلام رسمية عن مظاهرات من أجل فرحا بالمطر هذه مهنية جدا عندما تنقل مظاهرة تقول تطالب إسقاط النظام هذه ضد المهنية يعني هذه سؤال واحد أين خالد أبو صلاح أين عبدالدايم الذي فبرك وخرج على الحوار هذا افترار أنتم تطاردون أن هؤلاء يفبركون لكن هؤلاء بميدان موجودين على أرض الواقع هذا المخيف أنك تسلم أمور دولة وأمور الشعب لشخص يفبرك على الأرض تترك الإعلام على الأرض إذن سيد هيتم تنافس بعض الخروج وتدقيق بما يقول نعم سيد هيتم كما يقال بالمثل رؤية السنون واحد لا يشي بقدوم الصيف وانشقاق أو خروج موظف من أحد الفضائية هذا على الإطلاق لا يعني لا يوجد محطة أو تلفزيون عربي حتى رسمي إلا ما هو محكوم بالسياسة أو بالممول الأساسي لماذا يأخذ لماذا يصبح حلالا على تلفزيون الرسمي أن يفبرك ويصور لنتقل إلى مصر موضوع أن توافق قبل أن تتغل الموضوع أن توافق على كلمة فبركة هذا أمر خطير من يحكم الفبركة هل أنت بشار الأسد أريد أن أقول أن ما يحدث في حمص يقوم بفبركته ناس معينين أنا من أقرر أنا الدولة من أقرر من يفبرك ومن لا يفبرك هاي هي مشكلة نحن ضد موضوع أصلا أن يقال أن خالد أبو صلاح كان يفبرك يعني لا نذكر أسماء لأن الموضوع أكبر وأن نذكر أسماء كونه زكية أنتوا تأخذون اليوتيوب ليس اليوتيوب أنا ما أخذت اليوتيوب يا سيد اترك الإعلام يحب الأرض أين هي قضية اليوتيوب سيدة لننقل لك صورة حجرت في مصر يعني أول شيء الفضائيات كل الفضائيات دون استثناء وبدون تخصيص كانت تتابع الأوضاع سواء في تونس أو في ليبيا أو في اليمن أو في مصر كان لها وجود على الأرض وبالتالي كانت تنقل لديها كاميرات في اسكندرية مثلا في القاهرة في مناطق أخرى وكانت تنقل ما يحدث بالصورة كما هي الصورة ما حصل التلفزيون الحكومي المصري يعني شن هجمات كبيرة لكن كان واسع الصادر بحيث سمح لتلك القنوات بالوجود على الأرض يعني باقي الدول الأخرى يعني لا تريد تريد أن تقتل وتفعل ما تشاء ولا تريد لأحد أن يصور يعني 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 هذا هذا واحد ثانيا ثانيا النقطة الأخرى التلفزيون الرسمي أحضر العديد من القنوات وطلب منها أن تصور النيل ما يحدث في النيل وفي نفس الوقت كانت تحدث هناك معركة الجمل أو مذبحة الجمل في مصر يعني التلفزيون يريد أن يصور النيل وزرقة ماء مياء النيل والناس تذبح في موقعة الجمل هذه هي التلفزيونات الحكومية هذا الخلاف ما بين التلفزيونات التي تبث من الخارج أو يعني تنقل الأحداث وتلفزيونات الحكومية أيضا لنأخذ نقطة مثلا التلفزيونات الأخرى العربية الأجنبية كلها تغطي السيئة عن أن البي بي سي فرانس وينتي فور المحطات التي تبث من الخارج روسيا اليوم الحرة كل المحطات تغطي لماذا يعني وتغطي نفس الحدث لماذا نستهدف مثلا المحطة أو يعني أو يعني محطة ناجحة نبدأ بقصف تلك المحطة ويعني يعني تحميل تلك المحطة حمولات أكبر من أن تتلزم عفوا لحضرتك بس قدمت موضوع مصر مثال بالعكس التلفزيون المصري حاول أن يرتقي أثناء الثورة المصرية إلى يعني يرفع من شأنه يرفع من نفسه ويعني أفرد مراسلين على الأرض وقال لهم تحدثوا بحرية تحدثوا عن نبض الشارع حاول أن يمتصد نقمة ولكن التلفزيون السورية يعني نقمة غير عادية لأنه يتحدث من وجهة نظر واحدة إذا الناس أضربت وسكرت محلاتها بكفر سوسي فهذا يعني أن المسلحين يغلقون الأبواب ويمنعونهم من الخروج إلى المحلات يعني هناك استخاف بعقلية الناس يعني لا يمكن أن نقوله إلا ضمن الإعلام السوري الإعلام المصري أنا غطيت ما حدث في الثورة المصرية الإعلام المصري حاول كثيرا كثيرا أن يعمل جاهدا يعني يرفع من شأنه ويرفع من نفسه أما الإعلام السوري فكان أداؤه جدا متواضع وأقل من متواضع عندما يكون المواطن عندما يكون المواطن عنده صحن فضائي وفضائية هو له الحرية أن يتفرج على البي بي سي أو على الجزيرة أو على التلفزيون السوري يعني لماذا نشكل هنا على التلفزيون السوري أنا أتكلم مع عائلتي أو أناس أصحابي في دمشق بعضهم يشاهد البي بي سي العربي بعضهم يشاهد إذا كانت الكهرباء إذا كانت الكهرباء موجودة يعني بس نحن نقيم نحن نقيم إذا قلت للمسلحين أن لا يخصفوا محطات الكهرباء فالكهرباء هي موجودة ليس لذا يعني سيد محمد سيد محمد يعني أولا عندما يتحدث عن حرية المشاهد في الاختيار ما في مشكلة لكن هل يسمح الإعلام السوري الإعلام السوري يكذب كل هذه ويتهمه هو الذي بدأ في شل الهجمات عمرك شفت محطة محترمة تهاجم تبجون السوري ما عدد شايفه لكن الإعلام الرسمي هو الذي يهاجم محطات المهنية الكبيرة ويتهمه باتهامات شتى يعني هل هناك إعلام محترم مثل إعلام السوري يبث يعني نظرية المجسمات من يصدق هذه شغال في الليل النهار الآن عبر وسائل الإعلام وقلها عن المجسمات المحلب ودمشق وقاسيون وجبل قاسيون وجنود سوريين باللباس العسكري وأن هناك أفلام في هوليود تصور قتل بشار هذا كلام الحقيقة سخيف وهو يعبر عن مهنية هذا الإعلام في المقابل أيضا نحن نريد التركيز على الأعلام السوري على الثورات على الإعلام والثورات نعم لا نريد تخصيص عن كيف نقل الإعلام الثورات وكيف طور أو تأثير يعني التأثير المتبادل ما بين الإعلام وما بين الثورات عفوا مرت كلمة يعني لا يجب أن تمر يعني عندما يقول لك أن المسلحين هم الذين يقصفون بينما كل الناس تعرف يعني هذا التضليل الإعلامي بينما كل الناس تعرف بأن المسلحين لا يملكون أدوات القصف بينما النظام هو الذي يجند حتى طائراته حتى طائراته يقصف فيها تفضل سيد هيتم الاربي جي أدات قصف العبهات الناس تكيز على الفضائيات على الفضائيات ما تنقلهم الفضائيات 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 المشكلة الرئيسية كما قلت في البداية المال السياسي جميع الفضائيات بلا استثناء اتجهت وراء هذا المال كميات المال كميات ضخمة طيب لماذا هنا المال لم يكن المال موجودا في تونس في الثورة المصرية في الثورة اليمنية في ليبيا بس أصبح المال هنا يشتغل نوعية خاصة طيب والثورات التي كانت كانت عفوية يعني كان الإعلام يغطيها بجميع دعني أقول شيء وهذا خارج الإعلام لو الرئيس بشار الأسد قبل بمد أنبوب الغاز عبر سوريا إلى تركيا إلى أوروبا وأن أبيب النفط لكان أحسن رئيس ديمقراطي عربي حاليا بهذه الفضائية يعني تفضل يعني عفوا كل من يرفع سلاح غير شرعي لا تقلل سلاحي لا تقلل سلاحي حمزة الخطيف أطفال درعب لم يحلل سلاحي كذبوا يسقط النظام على الحائل تقلل أظافرهم هذا هو النظام الدموي يعني أيضا أريد أرد على ما تفضلت به يعني ما شاء الفرنسي ما شاء القناة هل يجب المصفق للقتل لا ليس قتل قتلوا زبح وقتل بدم بارد قبل أدار السنة الماضية لم يكن هناك أمن في الشوارع لم يكن جيش في الشوارع لم يكن قتل العالم كان في سيارين العمل كان سوريا تطورت خلال الثمان سنوات الماضية تطورت في سرقة آل مخلوف آل مخلوف لنبقى في مجال الإعلام هناك مشكلة في الاستسهال بمعنى إذا وجدت خبر في وكالة أنباء عالمية عن شيء يحدث في سوريا فأنا ألتقته وأعرض الخبر يعني لا أتحرى عنه من مصادري لنتحدث عن مشاكل عامة للإعلام سنتابع طبعا بطبيعة الحال سنتابع موضوعنا عن سوريا وليس عن سوريا فقط عن كل الدول العربية وثورات الربيع العربي وعلاقة الإعلام في الربيع العربي لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا مشاهدين الأفاضل مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة حول دور الإعلام في الربيع العربي وتداعيات الإعلام وتأثيره في هذا الربيع ورحب بضيوفي مجددا وإذا عدت لك سيدة بهية كنت تتحدث عن علاقة الإعلام الرسمي بالفضائيات الخارجية يعني كيف تقيم تلك العلاقة يعني مدى تأثير الإعلام الخارجي على التغيير في الفضائيات والمحطات الحكومية هل أثر؟ نعم في بعض الدول وجدناه مؤسر جدا يعني أنا غطيت السورة بمصر وجدت أنه التلفزيون المصري لمس أنه عليه نقمة من الشارع وكان هناك مقارنة رهيبة بين أداءه وأداء الفضائيات العربية فحاول جاهد أن يعمل يعني عبر رفع السقف هذه نقطة مهمة جدا برأيه أنه السقف المحكوم به الإعلام الرسمي دائما الإعلام الرسمي تجده إعلام مكبل يعني حاول القائمين على التلفزيون المصري أن يعطوا مساحة أوسع للشارع ليتحدث عن وجعه وعن آلامه حدث ذلك أيضا بباقي الدول ربيع العربية في تومس في اليمن في سوريا في ليبيا لا لا من خلال يعني إلى حد بسيط جدا أصبحنا نسمع مثلا في التلفزيون السوري كلمة مغارضة ولكن حسب أهواء كل نظام ولكن وجدت أن تجربة التلفزيون المصري كانت تجربة كأعلام أعلام المصري بشكل عام والصحف التي وجدناها تتدفق وتكتب 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 هناك صحف حتى الأهرام والأخبار وجدتها قاربة الصحف الخاصة بشكل عام تجربة بسوريا تجربة محدودة لا يمكن أن نقول أن هناك أعلام أصلا خاصة نعم لنبقى في نفس المحور سيد هيتم لماذا مثلا فيه مثلا الأعلام مدام نتحدث عن الأعلام في سوريا هذا أعلام نظام وليس أعلام دولة أو وطن يعني مثلا في الإعلام الخارجي لنستطيع أن نرى أو نشاهد معارضين مع السلطة ومعارضي السلطة كل التلفزيونات لديها معظم التلفزيونات الموضوعية يعني تستضيف الرأي والرأي الآخر إلا بالتلفزيون الرسمي لدينا حتى غير الرسمي شبه الرسمي مثلا مثل الدنيا فهذه تعتبر من الكبائر أن تستضيف معارضا أو أحد يختلف معك في وجهة نظر وبالتالي هذا تلفزيون ليس حكومي هو تلفزيون منظومة أو نظام معين وليس رأي دولة أنا معك في هذا الموضوع لكن إذا أخذنا العملية برمتها الأعلام وما حدث على الأرض السورية وما يحدث ومن القرارات وثورات سميها ما شئت وفورات وقتال على السوريين التعلم وهذا ما ينقص السوريين نعم لا يوجد إعلام في سوريا يستطيع أن يقارع الخارج ولا يوجد أفكار في سوريا من المعارضة ومن أي مكان تستطيع أن تعمل على الأرض وتعمل بطريقة بطريقة حوارات بطريقة مؤسسة أربعين عام طبيعي نعم نعم إذا كنا مقموعين أربعين عام سنبقى هكذا عندما يكون النظام هكذا النظام 15 شهر طالب بالحوار وجميعكم في العرضة جميعكم في العرضة أنتم محلين من الخارج تستطيعون قدوم التركيز تأمل على الإعلام طيب فهذه مشكلة بكاملها يعني عندما يخرج عندما يخرج شخص في قرية معينة في بعض القرى يعني هذه كانت دروس جغرافية بالنسبة لنا نحن سوريين بعض القرى ويرفع كلام لا يفهم معناها أصلا ولا يفهم إلى أن يؤدي ولا يفهم ويأخذ هذا الإعلام وينشرها بدون تدقيق وبدون تمحيص مجرد ورقة دخلت وورقة خرج هل نريد أن نكون رقباء على أراء الناس الحر هل نريد أن نؤثر حتى الناس البسطين هل نريد من فلاح أن يتحدث ومن قال أنه لا يحدث نحن تعلمنا من يحدث نحن نريد من فلاح مثلا أن يوزن كلامه حينما يتحدث إلى فضائية أو أن يختارها ضمن حزب معين أو ضمن منهج معين هذا يعني في تجنب في بريطانيا نعم إذا كان عندك قضية تذهب إلى مؤسسات معينة وإذا أردت العمل بالسياسة تذهب إلى أحزاب معينة عندما يكون هناك ترخيص للأحزاب ومؤسسات سنجعل الترخيص سنجعل كل شيء ساة ساة ليس بين الليلة وضحاها نعم عندما نقتر كل الناس عندما نقتر كل الناس يبدو أن السيد محمد غير متفق مع ما يدخل غير متفق علاقات النظام السوري تحديدا بالإعلام في الواقع ليست علاقة ودية منذ زمن بعيد حتى مع المحطات التي كانت يهلل لها عندما تغطي في مناطق أخرى كان يعاديها عندما تغطي في سوريا حتى على مستوى مدراء المكاتب أنا أعلم شخصيا أن هناك مدراء مكاتب كان يغلق المكتب تماما إذا لن يعين شخص معين رئيسا المراسل أصلا المراسل يجب أن يكون مواليا لا يمكن أن يكون محايدا المحطات الكبرى لا يمكن أن يكون هناك مراسل مهني محايد أو لديه مسحة غير موالية إذن علاقاته بوسائل الإعلام غير ودية منذ فترة طويلة ويحاول أن نفرض روايته على الإعلام قبل الثورة ولكن مع الثورة زادت هذه الأمر يعني تأثير الإعلام الخارجي كان إيجابيا بشكل كبير ليس فقط على الثورة أيضا على الإعلام السوري وكان له تأثير كبير حتى على نظرة القيادة السياسية يعني أغلق جريدة بلدنا وزير الإعلام السوري ولم يأمر بفتحة وزير الإعلام السوري الأسبق ولم يأمر بفتحة إلا عندما فرض على مالكي بلدنا وهم رغم أنهم مجلس ليماني من رقبة النظام ومن حزم النظام المهم لم يقبل بفتح بلدنا إلا حتى هو وضع رئيس التحليل المراسلين موظفين في وزارة الإعلام بعض المراسلين حتى عندما حاول الإعلام الرسمي اللحاق بالإعلام المهني في الواقع هو لحقه من ناحية التقنيات ولكن ليس من ناحية المهنية يعني ربما جاب كاميرا كويسيس جاب شعارات جاب بعض المؤثرات الصوتية لكنه لم يرتقي مهنيا بالعكس خلال هذه الثورة تراجع مهنيا وأصبحت قضية التغطية يعني ليست فقط هي عملية رد على ما يجري أو على ما يردو الإعلام في الخارج وإنما في الواقع روايات غير حقيقية يعني من المفروض سيد هيتم يعني لو توجهت أريدك أن ترد على هذا الطرح أيضا لو توجهت بنقطة يعني لأول مرة من المعروف عن الإعلام حينما يتحدث تتحدث عن قضايا سياسية يتحدث عن وقاع عن مشاهد لكن الآن بتنا نرى يعني الإعلام شغل الإعلام الشاغل هو الرد على الإعلام يعني أصبحت وظيفة الإعلام فقط مهاجمة الإعلام الآخر يعني هذا ما يحدث الآن وهذه سقطة يعني أنا أعتقد أنها غير صحية على الإطلاق يعني أن تنشئ محطة فقط لترد على المحطات الأخرى أو لتكسب مرم نعم هذه مشكلة حقيقية أليست كتلك؟ طبعا هي مشكلة حقيقية نحن نريد من الإعلام طالبنا سنوات أنا موجود في هذه البلد منذ 30 سنة طالبنا سنوات نريد إعلام عربي لقارع هذا الإعلام الغربي طيب وحصلنا عليه حصلنا عليه في دول مثلا مثل لكن حاليا دخل السياسيون في هذا الإعلام وأنا أعرف وأنت تعرف والأموال قد اتفقت والمعاشات ارتفعت طيب مداما هذا حصل لماذا لا يوجد تطوير داخلي للإعلام الميت الخشبي المتيبس الذي لا يعقس وجهة حتى دولة حصل من يعمل سيدي كريم من يعمل في القلوات العربية من الذي يبدع في القلوات العربية أليس هناك سوريين أيضا هم الذين يبنون هذه القلوات لنتحدث نعم عن الإعلاميين لنحاول أن نناقش ماذا نريد من الآن فصاعدا أم أن نقول هذا قتل وهذا دفع أتفق معك أنا الحوار في ذاتها لا تريد أن تسمع خبر نشرته قبل سنة الحوار تريد المستقبل التطوير التعلم نحن السوريين لدينا وضع معين المشكلة أن سياسينا وصلوا إلى نقطة لم يستطيعوا الوقوف عندها للتحاور والتلاقي وتلاقي النقاط نعم استمروا استمروا إلى أمور أصبحت صعبة على الأرض حاليا لو كانوا سياسينا من النوع الذي يعرف كيف يستعمل الأرض مع السياسي ويصل إلى نوع معين لتطورنا جميعا نحن في سوريا نريد تطور الأعلام وما قال لك نريد نعم من نحن ومن نريد يعني من النون نحن سوريين من نحن نحن الدولة ولا نحن الشعب ولا نحن المثقفين ولا نحن الصحفيين نحن السوريين بالنون إذا كان موجود إعلام سوري وسوريا تطورت أوضاعها إلى الأفضل سياسيا وحزبيا بعد عشر سلوات من حكم بشار الأسد لم يستطيع أن يحقق نحن التي نريدها تركينا عندما أريد عندما أكون في موريا أتركي بشار الأسد على جنة نعم قبل السورة أتركي بشار الأسد سواني 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 بعد إذاك ما هو الرئيس هو الذي يتحمل المسؤولية الرئيس ما هو على عيننا وليس على عيننا وليس على رأسنا هو ديكتاتور قاتل ثاني لو سمحت عندما أكون أنا صحفية في سوريا وأرى ما يحدث في محكمة أمن الدولة وأجد أن هناك أناس يقفون أمام محكمة أمن الدولة لا يعرفون أولادهم لم يروا أولادهم منذ خلال عام ولا يعرفون إن كانوا سيحاكمون اليوم أم لن يحاكمون وأجد دعاوي الأمهات على هذا النظام وعلى رأس هذا النظام ماذا تريدني أن أقول وماذا تريدني أن أكتب عندما أريد أن أعرف ماذا يجري في سوريا من هو الذي استلم المكان الفلاني أو أريد خبر موسط لماذا أنظر إلى الصحافة الأجنبية أنظر إلى المصدر الأجنبي نحن لدينا فرصة أن نعمل إلى الأفضل أين الفرصة؟ سنذهب إلى هذا طيب ما هو الأفضل بنظرك؟ نعم جميع السونيين نبدأ في حوار سيتحاورون إن كان 15 ألف قطير أو 20 ألف أو وصلوا إلى 100 ألف أو 200 ألف في النهاية سيتحاورون يعني الجميع السياسين عندما يكون القرار ليس روسي ولا إيراني بعد كل هذه الفترة وبعد هذه الثورة يعني 16 شهر هل الآن نبدأ الحوار؟ نبدأ تطوير بلدنا لا نبدأ الحوار الحوار نقطة بداية وليس النهاية الحوار والجلوس الحوار على الدماء نعم يا أخي المقاتل نجودة في دمشق وما تقولون القاتلنا في دمشق اذهبوا خليل الرجاع وخمضوا عليهم نحن نتحدث على الإعلام رجاء نقف الإعلام سأطرع عليك هذا السؤال أخي محمد يعني أيضا ألا تعتقد أن هناك نوع من الفوضى إعلامية الآن الجميع يتحدث عن كل شيء وفي الوقت الذي يريد ويعني أصبحت فوضى حقيقية في الإعلام لم يعد هناك مصدقية في الكثير من الوسائل وهناك فوضى وهذه غير صحية وهي تسيء للثورات أكثر مما تخدم ألا تعتقد ذلك؟ يعني هناك مشكلة في الواقع عندما يكون هناك محاولة للتعتيم ومحاولة الوصول للمعلومة بطرق مختلفة يكون هناك محاولات للدست أحيانا متعمدة يعني النظام أحيانا قبل قليل يعني عندما قصة مثلا زينة بالحصني عندما النظام هو الذي فبركها وهو الذي أصدر شهادة وفاء باسم زينة بالحصني وطبيب شرعي وقع الشهادة الوفاء وعندما خرجت القصة قطل عايشي طبعا إذن الطبيب الشرعي الذي فبرك القصة يجب أن يحاكم هذا كذب والدولة التي أصدرت أو الحكومة التي أصدرت هذه الوثيقة هي حكومة فاسدة كاذبة تتلعب بأرواح الناس وبمشاعرهم هذه هي قصة مفبركة الفوضى هذا موضوع مهم جدا لمسناها أيضا عندما يأتي خبر مثلا تفجير الأمن القوي مكتب الأمن القوي ونفس الأسماء كانوا في خبر سابق عبر وكالة أنباء الفرنسية بأن هؤلاء تسمموا وثم نفس الخبر عبر نفس الوكالة بأنه جرى تفجير هذا المبنى ونفس الأسماء ماتوا يعني دون أي تبرير هذا من مصدر دبلوماسي هذا من مصدر رسمي دون أي تبرير في غياب المعلومة غياب المصداقية غياب الثقة بمن يبس الخبر يعني نعم إذا انتقلت سيد هايثان إلى ماذا تعزو كثرة القنوات الموجهة بالعربية يعني إذا نظرنا إلى القنوات السياسية الموجهة للدول العربية إذا جمعنا أوروبا كل أوروبا والولايات المتحدة لا توجد لديها قنوات بالكم الموجود بالدول العربية يعني كل دول العالم بما فيها الصين اليابان الفرنسا تركيا روسيا أمريكا هولندا ألمانيا كل الدول أصبح لديها فضايات موجهة للدول العربية ليس ذلك أيضا شيء مستغرب إيران أيضا هو إيران طبعا المنطقة العربية منطقة مهمة يعني الشرق الأوسط ليس منطقة منطقة في أفريقيا يعني بالنسبة بالنسبة للإعلام نحن نتكلم على الإعلام نحن نريد إعلام مهني نعم وليس إعلام يعني شو المهني الذي تقصده مهني أن يحافظ على التمحيص والتدقيق قبل نشر الخبر يا أخي من أين هذه عبارة فضفاضة جدا يعني مثلا لنأخذ المؤسسات البي بي سي باعتبار الأعرق في العالم تتحدث عن وضع في سوريا يعني لا تختلف كثيرا عن باقي المحطات العربية الرئيسية على الأطلاق لا تنشر ما تنشروا المحطات يعني ممكن يتجاوزوها وإذا نشرت خبر يكون ليس من مصدر موسوق إذا نشرت خبر من المحطات العربية تقول في النهاية أنه ليس من مصدر موسوق يعني نطالب الآخرين بمهنية بينما نحن في تلفزيوناتنا يجب أن نبقى في العصور الوسطى يعني المهنية هي كلمة تطلق ما هي دعني أقول لك اليوم اليوم في قتال في حلب نعم المحطات الجزيرة وغيرها تبس أن الجيش الحر يسيطر على ثلاث أرباع حلب هذا كلام صحفي أجنبي وليس خلال ثلاثة أيام موجود في حلب سيخرجوا من حلب دمشكر لماذا تفرير بهذا الشباب هذه المعلومة مأخوذة من صحيفة التايم الأمريكية تتحدث عن هذه السيطرة هذه ليست أصبحت الصحافة الأمريكية صحافة مقدسة طيب لا لا هناك صحفي هناك صحفي مراسل في حلب مثلا الفضائيات العربية لأنها أخذت معلومة عن الولايات المتحدة مثلا إذا لم يكن هناك موجود على الأرض موضوع يعني مؤسسة صحفية تعطي الأخبار أو تعطي يعني مصداقية من الداخل فعلى ماذا نعتمد لماذا نأخذ على الآخرين أن يتكلموا عن الوضع يعني من الخارج إذا كانوا محرومين كليا من التغطية من الداخل يعني على ماذا يعتمدوا على الفضاء أن تأتيوا المعلومات من الفضاء هناك مراسل يا سيدي كريم هناك صحفي أجنبي مراسل في حلب تحدث هو لوكالة الأنباء الألمانية وقال لهم بأن الجيش الحر يسيطر على أكثر من نصف حلب يعني هذا كلام بناء على كلام مراسل معروف يقبع في حلب يعني هذه المشكلة أيضا لم يقولوا أنهم سيطروا على نصف دمشق قبل قصف دمشق هي مفترض كل مؤسسة عندها قواعد عمل لكن من شبل بعض الأطراف غير المرتاحة والمتضررة هي في الوقت تقيم المهنية من نواحي فائدتها من هذه الوسيئة الإعلام أو بالنحية طريقة تغطيتها ليس من ناحية المصداقية وإنما من ناحية ما تغطيه يعني إذا غطت مزارة مؤيدة في وسط دمشق طبعا أنا معرفي المزارات مؤيدة لأنه بطر يدري ينزلوا كانت هذه بنبسط عليها وعندما تخرج واحد معارضة تحدث أخي المعارضين تحتلون الفضائية وبطلع المستغل ضيف النظام لشتم تلك الوسيلة مع أنه يخرج عليها يعني النظام السوري هل يستطيع أن يصدف معارض بنفس لحدة هذا الموالي النظام الذي يخرج على فضائية عربية فضايات العربية المعروفة المهنية التي حدث عنها النظام السوري كما قلت هي لا يرى ما يجعل الأرض إذا ذكرت أن هناك قتل قصف في الطائرات في حلب فأنت لكن بنفس الوقت لكن يقول أن هل يرهابيين هذه حقيقة بنفس الوقت إذا نظرنا إلى الإعلام السوري طبعا لم يرقى على الأطلاق لما يبث من الخارج لكن هناك تغيير واضح حقيقي في الإعلام السوري يعني انظر مثلا إلى الدنيا انظر إلى التلفزيون السوري الإخبارية السورية هناك بعض التغيير أو بعض التحرك أو بعض التطوير حقيقة لنكن منصفين إذا نظرنا منذ بداية الثورة حتى الآن هناك بعض التغيير طبعا ليس كافيا لكن هناك بعض التغيير أعطيك مثال على دقة هذه الوسائل الإعلام الرسمية التي تحدث عنها معارضون سوريين فبركوا قصة مبثلين في هوليود وأن المخابرات الصينية اختشفت القصة ومضعوا أسماء ونشروا على موقع الثورة الصينية هي موقع ساخر قام التلفزيون السوري وكان وموقع لنهام وأن هناك المخابرات الصينية معنى الأسماء حتى أخذوا اسم الشركة التي قيل أنها تصور وهي اسمها أسد إذريلي داك حتى أخذوا بالتسمية تصور إلى هذه الغباء بالإعلام المهمية جدا سيدك تقول أن هناك تطوير بعض التطوير في الحقيقة أنا لم أجد أن هناك تطوير هناك محاولات لدى من يعطي الخبر هي المشكلة من يقدم الخبر للفضائيات السورية هذه هي المشكلة يعني أنا بنت سوريا ولم أخرج إلا مؤخرا من سوريا وأنا صحفية طول عمري في بلادي أشعر نفسي محترمة في كل بلدان العالم إلا في سوريا المشكلة الأساسية أن هناك من يحاول أن يسيطر على الخبر وطالما أن هناك من يحاول أن يسيطر على الخبر هذه هي الكارثة الحقيقية عندما عنصر أمن يتصل بك ويقول لك استدعاء للصحفي لمجرد أنه كتب خبرا ونقل آراء أو كتب بيان أو كتب بيان هذه هي عمق المشكلة من يفرض هذه المشكلة عندما تدار وسائل الإعلام السورية وأيضا يحاول يفرض على المراسلين لوكالات الأنباء يعني مثلا وكالات الأنباء الفرنسية أي صحفي في وكالات الأنباء الفرنسية مكتبهم في سبع بحرات لا يستطيعون أن يخرجوا بكاميرا دون إذن ودون مرافق لهم ولا يستطيعون أن يكتبوا خبر كما يعجبهم هذه هي المشكلة الأساسية السيطرة على الإعلام من قبل فروع الأمن ومن قبل مكتب الأمن القومي أقول هذا السؤال السيد هيتم أيضا أضيف له ألا تعتقد أن الإعلام أصبح جزءا من المشكلة بدل أن يكون جزءا من الحل لا لا الأعلام هناك مشكلة هذا ما قلته هناك مشكلة برمتها والإعلام جزء من هذه المشكلة إذا لم تحل المشكلة في سوريا يعني أنت مع ما تقلته سيد مارديني بأن هذه مشكلة عويصة الإعلاميون يعاملون بشكل لا إنساني لا أنا لا أقول لا إنساني لا تعودني لا إنساني يعني رجلني ضابط لا إنساني لوفيقارو بالنسبة للصحفي جاكي لم تستطيع نشر الخبر خلال عدة أشهر إلا قبل أيام عندما أوعز لها من وزارة داخلية الفرنسية أن تنشر خبر مخطب الصحفي الذي قتله المسلحون هذا حتى ستتددر به يحدث مرة في التاريخ على تاريخ لوفيقارو أما يحدث خبز اليومي الاستدعاء بالنسبة للصحفي شعبان عبود مراسل الحرة كان تمت تعريته وتقييده بالسلاسل وحول إلى محكمة أمن الدولة لا والله محكمة عسكرية هل نقول أن وزارة الداخلية الفرنسية لها سيطرة على اللوفيقارو لا تقل لي تخرجني من الخبر السوري في حادث نادر واستثنائي نادر واستثنائي لمقتل صحفي المعارضين السوريين أو من الدولة السورية هذا استثنائي لا عم تقول اقترام الدولة السورية لقتل صحف في حمص هذا كلام استثنائي تقول عن محكمة أمن الدولة السورية نعم تخلضا لفين عندما ذكر أن هناك بصف الصحافة الأمريكية قال هل هي مقدسة حتى نأخذ منها الآن هو يستشهد بما يجري في فرنسا عندما يريدون يستشهد بحادثة حتى الوقات الأنباء الرسمية السانة حتى الوقات الأنباء الرسمية السانة في كل يوم لديها تقارير تقول لك الصحفة البريطانية كذا قالت الصحفة الأمريكية عندما يعجبها الخبر عندما لا يعجبها تقول هذه الصحفة كاذبة وما رح نقلت عنها اليوم أصبحت يمينية إذن هذه التصنيف المهني لا يخطع الاعتبارات قواعد مهنية أو القواعد المهنة يخطع لقواعد مزاجية تتعلق بمدى استفادة من هذه الوصيلة لألام وبما تنقله عندما كانت الجزيرة هذا أيضا يقودني السؤال دعني أطرع عليك نفس السؤال ملاحظة صغيرة عندما تأخرت الجزيرة ثلاث أشهر عن نقل ما يجري في سوريا خلال هذه الثورة كانت الجزيرة كويسة عندما بدأ بنقل مظاهرات الأسراط جميع السؤال بينما حينما تناولت هذا الموضوع أصبحت هذا كله يأتي في عملية إصلاح سوريا الأعلام هذا أول ما يجري الآن إصلاح لا تريدون إصلاح تريدون السلاح ستقابلوا بالسلاح هذا كلام مفروض كيف تذهبون ستقابلوا حينما يطلب هؤلاء صحفيون كغيرهم من الصحفيين حينما يطلبون حينما يطالبون بتحسين وضع الصحافة والارتقاء نقابلهم بالسلاح هل هذا منطق سلاح موجود على الأرض هذا كلام الإصلاح عليه أن يكون أمن واستقرار في البلد لتمشي في عملية الإصلاح لتمشي في عملية سياسية لأحزاب لاختراع لانتخابات سميها ما شئت لكن الوضع في سوريا والأجواء في سوريا عليه أن تكون مهيئة لكن أن يكون هناك من يزرع أبوات ناسفة ويطلق خزائف الأربجي وتقول لي أن التلفزيون السوري لا ينشر الخبر هناك ناس مهددة حياتهم هناك بعض المعارضين يحاولوا أن يساووا هذا الإرهابي برجل يلبس البدلة السورية البدلة الجيش العربي السوري هذا لا يقوم الذي يلبس البدلة من حقه أن يقتل من حقه أن يقتل من حقه أن يقول لك الحل الأمني يعني أنا أقيمك بأنك أنت خائن يجب أن تقتل أ squeak لأنني ألبس المدنى لأنني ألبس المدنى نحن هناك أن أتحدث كعلمين ورغم ذلك يقول لأنا الأخ سيواجهكم باستلاح مع أن يحن لا نحمد صلاحاً من يضرب بالصلاح سيواجب الباستلاح أنا لا أحمد صلاحاً يعني أنا لا أحمد صلاحاً من يواجه بالكلمة هذه اللغة التي تواجه فيها الصحفي على الأرض الصحفي على الأرض هذه اللغة على النظام السوري الذي يحمي الكاميرا أخطب من الذي يحمي البندقية المصورين الصحفيون الذين قتلوا منذ بداية الثورة حتى الآن بالقناصة والقناصة لم يحملوا سلاحا لما كانوا مصورون ما يجرع الأرض لم يفبركوا أحداثا لما كانوا يقومون برصد الوقاعة على الأرض هؤلاء أخطأ بالنسبة للنظام السوري وكما قال الأخ قبل قليل نوجه لكم السلاح سيدة مرديني قبل أن نختم هذه الحلقة سأترك لكل واحد منكم التعليق في عجالة قبل أن تنتهي هذه الحلقة كلمة أخيرة لك ما هو مستقبل تأثير الإعلام على الثورات أو بالعكس من غير من أو من أثر بمن أو هل سنشهد ربما في المستقبل بعد هذه الثورات إعلاما جديدا يعني يستطيع أن يوغل في المجتمع ويدخل إلى مكامل الفساد ويتغير مرة وإلى الأبد أم لا يعني لا يمكن أن نغفل تغيير الثورات والتغيير بالأحرى البركان الذي أحدثته الثورات وأحدثته التغييرات يعني إن لاحظنا فرضا للعراق أصبح هناك كم هائل من الفضائيات نعم في تونس الآن المواطن التونسي يرجع إلى الفضائيات يبطل تبسغنى عن الفضائات الخارجية نفس الشيء ستجد في ليبيا ونفس الشيء ستجد في سوريا ستجد آلاف الفضائيات في سوريا بعد زوال النظام ستجد قريبا ستجد الإعلام الحر الذي يمكن أن نقول عنه حر بالفعل وليس إعلام من رجال أعمال النظام المرتبطين بالنظام بشكل أو بآخر لا يمكن أن تغيير عجلة التاريخ نفس السؤال لك سيد محمد عبدالي تبادلية بين الثورات والإعلام الإعلام استفاد من هذه الثورات لتطوير آلياتي واستطاع أن ينمي قدراته وفرقه وخبرة جديدة لهذا الإعلام وفي المقابلة الثورات استفادت بلا شك نحن نتحدث كمثال عن مجزاة حماة 82 لم يكن في إعلام لم يسمع بها إلى أشهر كلمة أخيرة لك سيداني نحن نطلب الإعلام أن يكون مهنيا إن كان مهنيا أو إن كان دينيا دينيا أخوة إذا جاءكم فاصقهم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة نعم جميل مشاهدين الأفاضل لم يبقى إلا أن نشكر ضيوفنا في الستوديو السيدة بهية مارديني الكاتبة وعضو التجمع السوري الحر والسيد محمد فتوح مدير تحرير موقع أخبار الشرق والسيد هيثم السباهي عضو النادي الاجتماعي السوري طابت أوقاتكم وإلى اللقاء في حلقة مقبلة من قضايا وأراء اشتركوا في القناة